هاليكم مرحبا بكم إن شاء الله راكم كامل بخير رايحين ندروا نموذج في اللغة العربية لتلاميذ الأولى ابتدائي يعني نزولا عند طالب أمهات في الإنستغرام هم نقولون يدرينها في اللغة العربية معلش ندروا شوية ثانية ابتدائي وندروا شوية أولى ابتدائي نبدأ على بركة الله مع السند لينا بنت رحيمة تحب الحيوانات كثيرا في كل صباح تتوجه لينة إلى المزرعة فتطعم الدجاجات تعطي الماء للمهر الصغير وتقدم العشب للبقر يحب الله من يعتني بالحيوانات ويرفق بها بيانسور أولادكم هم اللي يهجيوا يعني أول مرة ما تقرأوا لهم شونتوا باسكو كان راسهم خفيف دانك شوالي ولي كلي حافظ خلوا هو يهجيه المرة الأولى والتانية ومن بعد ما عليش تقرأوا لهم المرة الثالثة عنا في الأسئلة أسئلة البناء الفكري لون بطاقة الإجابة الصحيحة اسم البنت التي يتحدث عنها النص أسماء ولا سيرين ولا لينا قالوا لنا لينا بنت رحيمة لينا دانك هذا هو أسم دانك اسم البنت دانك رايحين اللون هاد البطاقة بها الطريقة سؤال تاني اربط كل كلمة بمراد فيها يعني بالمعنى ديالها عندي تعطي العشبة تتوجهه بلك يعني أول كلمة رايحين يعرفوها العشبة هي الحاشيش دانك نبدأولهم راهم صغار قولي له تعطي تذهبو تقدمو الحاشيش ويربط تقرأهم لوش على دربة هاكده وتقول له أربطهم يعني هذا كبداية دانك عندنا تعطي تقدمو يعني تمد العشبة هو الحاشيش وعندنا تتوجه تذهبو سؤال تالت ماذا تقدم لينا للباقر نولو للنص عندنا تتوجه لينا إلى المزرعة فتطعم الدجاجات تعطي الماء للمهر الصغير وتقدمو العشبة للباقر دانك ماذا تقدم لينا للباقر؟ تقدمو لينا للباقر العشبة هاكده عندنا أسئلة البناء اللغوي استخرج من النص كلمات تحتوي على الحروف الثانية يعني فيها الباقر مشي لازم تبدأ بالبا المهم فيها البا والعين والصال وعندنا هنا شدة دانك بنتن تحبو هايليك بنتن تطعمو تعطي العشبة الصاد الصغيرة صباح وعندنا شدة تقدمو تحبو تقدمو بهذا طريقة عندنا أكمل الفراغ بالضمير المناسب هو أنا أنت هم تطعمون تطعمين الدجاجة أنت تطعمون يطعمون هم يطعمون الدجاج أنا أطعم الدجاج هم يطعم الدجاج عندنا إملاء يعني المجلره واسع ليمون طارق ديروا لهم بالمدود وديروا لهم تنفتحة وتمربوطة بيت بنت طبيبة إلى آخره عندنا السؤال الرابع قطع الكلمات التالية إلى مقاطع صوتية حيوانات حيوانات عندنا حيوانات رحيمة رحيمة وعندنا صباح طول صباح بهاد الطريقة الوضعية الإدماجية رتب الكلمات التالية لتتحصل على جملة مفيدة الجد زارة مزرعة لينا ماذا نقوله؟ نقوله زارة زارة لينا مزرعة الجد مزرعة الجد زارة مزرعة الجد وبهذا نكمل النموذج لنهار اليوم سننوني في نماذج أخرى بإذن الله قولكم تلافر وحتيكم وفي وليدتكم أي استفسار تلقوني في الانستغرام ياسمين عالمي ونقلكم السلام اشتركوا في القناة